السلام عليكم. شرحنا. والآن بدنا نروح لوين لوين الكتاب الاكتيفتي صفحة رقم ثمانية. القاعدة اللي بيخافوا منها الطلاب. لكن بعد هذا الفيديو مش حدا مش حدا ما حدا هيضل يخاف من القاعدة. قبل ما نوخد هاي هذا التمرين الموجود في صفحة رقم ثمانية اكسرسايز سبعة. بدنا نوخد القاعدة. القاعدة بتحكي عن ايش هيوسر. بتحكي عن الفيرست. كونتشنل. يعني الحالية كونتشنل. الاولى. او في ناس بسموها تايب. تايب ايش هيوسر? تايب اون من اف في كلوز. هاي الهات دع نكتب قاعدة. قلتو يا رب? يا رب بسم الله. قاعدة. اف. في البداية شو بنكتب? اف. بطلع. اذا اعطاني فاعل جمع. شي يعني جمع? يو وي وذي وآي وكلمة دكتور جمع فيها اس. شو بنستخدم؟ فيرب ون. طب لو اعطاني فاعل مفرد. شو يعني مفرد؟ هي شي ات وكلمة دكتور بدون اس. بستخدم فيرب ون مع اس. طيب. بنكمل. فاصلة. فاعل. بعد الفاعل. ويل. مع فيرب ون. الملاحظة لو لممكن نستخدم مكان ويل. هاف تو وهاستو بصير. طيب. استاد عرفات. هل ممكن هاي تيجيني بحالة النفي؟ نعم ممكن. شو النفي من الفيرب ون؟ دونت مع فيرب ون. طب شو النفي من فيرب ون مع اس؟ دا زينت مع فيرب ون. تمام؟ تمام. اذا القاعدة اف. اذا جمع فيرب ون ونفي منه دونت فيرب ون. واذا مفرد فيرب ون مع اس ونفي دا زينت فيرب ون. والمع فيرب وان تم تحكي لي تم نيجي للسؤال ماذا يقول السؤال بقول لك انظر إلى دير المفكرة تبعث للاسبوع القادم استخدم هاي المفكرة تكتب conditions لكل يوم تستخدم الحالية الأولى يوم الأحد سندي ثلاثة أربعة وخميس وجمعة والسبت الأحد أتند أبريزنتيشن أبوت فيوتر كاريرز بدها تحضر تحضر عرض تقديمي حول وظائف المستقبل تعيشوف لانه هذي يوم الأحد حلل ليها الكتاب حللها الكتاب كبر الشاشة شوي أو حلها بالكتاب ننزل ليش فيها عشان شوف الأحد شو سوت هاي الأحد شو قال للأحد كتب الفاعل شي مفرد شي مفرد doesn't have doesn't have school project إذا لم يكن لديها مشروع مدرسة she will attend هاي will مع فيرب وان وكمل الجملة تمام تمام بنروح لأنيه يوم يوم الأثنين يوم الأثنين go shopping with mom بدها تروح تتصوخ مع مين مع أمها يلا شو بكتب if الفاعل نفس الفاعل شي studies لو إنها درست hard بجد فاصلة الفاعل شي شو راح يصير she will go shopping with mom هي سوفة go تذهب شان shopping للتصوخ مع أمها فهمتوا الفكرة بتقول لي آه فهمتوا الفكرة يوم الثلاثة visit the dentist تزور دي طبيب الأسنان بدها حكي لو إنها ما فرشتش سنانها راح تزور طبيب الأسنان يلا الفاعل f الفاعل شي هي لم تفرش سنانها doesn't brush hair teeth ما فرشت أسنانها فاصلة she شو راح يصير well visit the dentist سوفة تزور طبيب الأسنان طيب البعدي الأربعاء tidy bedroom آه ترتب غرفتها tidy bedroom ترتب غرفتها if إذا she is مثلا إذا هي ماذا شين هاي الكلمة فوضوية disorganized معناته she شمالها يصير well tidy hair bedroom طيب الخميس collect food تجمع طعام ملابس دافئة وألعاب for the needy لمين للمحتاجين طيب if she شما نتحفظ save حط لها save لأنها مفرد money إذا وفرت شوية مصاري شو راح يصير هاي شي حط well وكمل الجملة زي ما هي collect إلى آخرة يوم الجمعة طفية الشمعة go تذهب للتصوق مع عائلتها آه if hair father لو إنه أبوها has time شو معاه وقت فاصلة she هي will go سوف تذهب للتخيم مع عائلتها آخر يوم visit grandma ماشي if هي she شو معنا help تساعد her mom amha in cooking في الطبق أو في cleaning شو معنا cleaning في التنظيف she هي will visit تزور إلى آخرة إذن عشان نحل هذا السؤال شو بشو بنسوي يسر نكتب f مع مكتب f بكتب she ليس she لأنه إحنا الشخصية عنا بنت بعد she بكتب verb one أو verb one مع s من عندك هذي الكلام بدك إياهم بحالة النفي ما في مشكلة فاصلة الشقة الثانية بتحط الفاعل بعدما تحط الفاعل شفت هاي الكلمات هي اللي بدك تكون الأفعال عندك بتكون هون بس هون قبلها شو بنستخدم نستخدم وي تمام هاي آخر مرة بنا نعيد مرة تانية الف الفيرست كونديشنال شو بقولك هاي f جمع verb one أو don't مع verb one هي قاعدة simple present وده المفرد verb one مع us أو doesn't مع verb one الشق الثاني will مع verb one هيك احنا خلصنا شرح القاعدة وحلي عنا عليها التمرين الان هو ان نروح بدنا نروح للتمرين البعده التمرين البعده التمرين البعده التمرين reading شان reading قراءة آه شو شو بقولك بقولك يلا read اقرأ the job advertisement اعلان الوظيفة and answer وجاوب على the questions على اسئله سؤال اول او القراءة الاول بلش بسؤال do you enjoy هل انت تستمتع being with children انك تكون مع الاطفال يعني هل انت بتحب تجالس الاطفال ولا لا سؤال do you enjoy هل تستمتع في activities نشاطات مثل sports انك تلعب الرياضة او art الفن او crafts حرف then this job is perfect for you اذا انت تستمتع بالاطفال وبتحب بعض النشاطات مثل الرياضة والفن والحرف اليدوية معناته هذا الجوب العمل perfect مثالي او جيد for you لك we are an early learning center شو بقولك احنا عبارة عن مركز للتعلم المبكر هذا المركز وين موجود في مدينة اربط اذا في مركز بيعلموا الناس وهم صغر في اربط هذا المركز looking for حسنا شو معنا لك لحالة يزر ينظر looking for معناها يبحث يبحث في الان ايو زي search for individual في الافراد الاشخاص اللي هو عايدة عمين على الاشخاص هدول الاشخاص are interested in teaching مهتمين مستمتعين في التعلم تعلم مين يعلموا مين يعلموا young children الاطفال الشباب الصغار يعلموهم ايش supportive and caring environment ويخلوهم موجودين في بيئة caring فيها عناية و supporting داعمة مركز في اربط بحب التعلم المبكر قال له هذا المركز احنا من عادن بالافراد اللي بيحب يتعلموا وهذول الافراد مهتموا في التعليم وده انت شخص يهتم بالتعليم احنا البيئة تاعتنا بيئة caring فيها عناية وصبورت بيئة دائمة we would like احنا هذا المركز بيحكي احنا بنحب المعلمين to work with children يشتغلوا مع مين مع الـ children مع اطفال of all ages لكل الاعمار مش والله انا بدي صف رابع وصف خامس لا بدي كل الاعمار في برامج النشاطات بقول لي بليز ارجوك apply only قدم طلب فقط فقط اذا you have previous experience اذا كان عندك خبرة سابقة يعني انت زلمي اليك خبرة بالتعامل مع الاطفال وهيك بيئة تعال قدم لي طلب in working في العمل مع مين مع children we need you to be friendly احنا بنحتاجك انك تكون زلمي friendly enthusiastic and energetic and شو معنى energetic حماسي كلك full of energy وايش كمان هاي معناها حماسي هاي energy معليان طاقة هيك كثير full مش ييجي واحد يلا انت بدان لياك لشتغل مع الاطفال الاطفال بيكونوا تحمسين يلا اليوم روح وتكون انت ودود او صديق لهذول الاطفال and to have the ability وانت تكون تملك المقدرة ability to teach activities انك تعلم النشاطات لمين لهذول الناس الشباب we provide احنا راح نزودك بالtraining راح ندربك التدريب and uniform ونعطيك زي ماشي نعطيك زي مرتب نعرف انت زلم ما تكنش زوب بالقواعي send us an email ارسللنا ايميلك اليوم عشان نسوي لك interview شان انترفيو مقابلة تم تم السؤال what are the five skills ما هي المهارات الخمسة المؤهلات المطلوبة المطلوبة to apply عشان تقدم طلب لهذا الجوب العمل شو هم الخمس مؤهلات عشان تقدم العمل انه اول شي يكون عندك experience خبرة سابقة تعال نشوف هدول الموجودين هون وين ان اول واحد هي اول واحد انك تكون مليان طاقة ودود كمان تملك المقدر انك تتعلم الاطفال وين كمان وينك انت ودود لايك تو وورك وكمان وين كمان ينصر في كمان واحدة ممكن انك انت interest وين تحتيها experience انك تملك ايش الخبرو سؤال بعدين do you think هل تعتقد you are sweetable for the job هل انت مناسب لهذا العمل اكسب لين بتقول له اه والله انا ايام ايام the correct person او the sweetable person الشخص المناسب لماذا يا هذا انت الشخص المناسب because السبب وبلش اكذب احكي عن حالك صفات ايجابية انت مثلا زلمي honest زلمي كثير سادق لكن انت بشك فيك لك عمرك ما كنت سادق بحياتك وانت زلمي friendly صديق للاطفال ها انت 24 ساعة نازل ضرب باخوك وانت زلمي تملك open heart قلبا مفتوحا وجميلا وانت زلمي friendly ودود حكيناها وانت زلمي هيك شو مالك open mind يعني هيك صاحب عقلية متفتحة اه اي اشي بتكتب عن حالك اكتب واكتب ما في مشكلة تمام تمام ويخلصنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة